بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد بوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة داين الساسو رئيس جمهورية الكونغو الصديق اليوم علاقات الصداقة والتعاون الثنائي وسبل تنميتها على جميع المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وتبادل اسموه وفخامة رئيس الكونغو وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى جهود تحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بما ينعكس بالخير والرخاء والتقدم على شعوب القارة الأفريقية